لما تخسر اربعة مليون فدان البتاعة ده نقصه اللي انا هقول لك هاي ده هو اسمع ده اللي انا بقوله بقى دايما الناس يعني لازم تتخيل هيحصل لما تخسر اربعة مليون فدان عليهم مثلا انا بقول مثلا مش مش حقيقي انا ما عرفش الرقم كام عليهم مثلا مئة الف راس ماشية ما بين بقر وجموس ومعيز وحمار فلما الاربعة مليون فدان دول يموتوا يعني خلاص راحوا منك بوروا فالبهايم اللي عليهم هتموت ما انت مين اللي هيكل بقى هيكل بهايم ايه وانا لأكل انا عشان اكل بهمة فالبهايم هتموت كلاب بقى وحيوانات وكله يعني هتبقى ايه كشري كده البهايم دي لما تموت هينتشر في الاجواء وباء مش هزار وباء يعني مش بس الناس هتموت غرقا لا ده ناس ولا عطشا ده ناس هتموت من الوباء لانه الكوارث البيئية ما بتبدأش كده يعني مش دايما بتبدأ تسونامي الكوارث البيئية بتبدأ بانه منطقة تفتقر فتموت البشر اللي عليها فتدبور الاراضي فيموت الحيوانات فينتشر في الاجواء رواقح عفنة تؤدي الى انتشار وباء فتلاقي اوباء زي كل راق زي الحاجات البيخة ربنا يسلم يعني فتنتشر هذه الرواقح العفنة ويتكون بالناتج النهائي يعني ان المنطقة دي تبقى منطقة مبوقة فاللي مش هيموت غرقا او عطشا هيموت وباءا فهي كارثة كبيرة كارثة بيئية فوق ما يتصوره العالم ولذلك انا بقول العالم انتوا فيه ان تفرجوا على مصر انتوا فيه ان تفرجوا على البلد دي لما فيه مئة مليون الناس هتموت بالوباء وبالغرق وبالجوع وبالعطش وانت عارف يعني ايه بقى لا ده فيه بقى ده فيه جزء تاني في القصة دي عارف يعني ايه يتبور ثلاثة مليون فدان أربع مليون فدان عارف يعني ثلاثة مليون بني آدم مش يشتغلوا انا اسف يعني يعني فيه مليون ونص حرامي الثلاثة مليون بني أدم دول الفلاح اللي مش هشتغلوا عايزين ياكلوا وراهم عيال هيعمل ليه هيكلك منين هيقعد يقدر ربنا عند السيدة لا هيطلع يسرق وهيسرق بطرق لم يعهدها المجتمع ولذلك أخلاق الناس بتتغير سواء في المحن الكبيرة أو في الإنجازات العظيمة فتلاقي نطلع بقى يسرق واحد محترم كده طلع يسرقك يسبتك بمطوى وممكن يقتلك لأنه هيموت فأنت هتخسر بقى موت ناس غرقا وناس عطشا وأوبئة وكمان ظهور طبقة جديدة في المجتمع من الحرمية أربع مليون بني أدم وبيقول ثلاثة مليون بني فلاح هيسيبوا أعمالهم ودول هيشتغلوا فيه هالف ثلاثة مليون يعنيه وانت بتطلع ما بتهجرش الناس برا معناها ثلاثة مليون دول عينين جوا البلد ولو افترضنا أنه عندهم مثلا مليون فيهم عندهم أسر فأنت بتتكلم على ثلاثة مليون قول بقى منهم مليون ونص محترمين ومؤدبين وهيموتوا عطش ويبقوا كده رهبان بيموتوا كده وخلاص منهم بقى مليون تانين ونص دول هيطلعوا يأكلوك انت حتى لو غني هيطلعوا يأكلوك انت أي شيء بيتحرك على الأرض فهو قابل للأكل أي شيء بيتحرك على الأرض فهو قابل للسرقة انت عارف يعنيه ولذلك ما عارفش أنا إزاي العالم هيقف يتفرج على مصر كده ترجمة نانسي قنقر